قالينا بقى ننتقل بعد كده ونروح لبنت من بنات مصر في الخارج وهي المدربة اسمها ياسمين امين حققت انجازات كبيرة جدا وحنا في هذا البرنامج نبحارسين ان احنا نبرز كل شخصية بتقدر ان هي بجد ترفع اسمها واسم مصر في الخارج حققت انجازات ياسمين بارزة مع فريق ذوي القدرات الخاصة بولاية تاكسس الامريكية كانت خلال منافسات خاصة بيهم عشان تصبح يا جماعة اول مدربة مصرية وعربية بتفوز بجائزة مدرب العام لأولمبياد ذوي القدرات الخاصة واصحاب الهمم بالمناسبة يعني كل نجاح تاني وحاول الكلام ده وحنفضل نقوله لابنائنا بالخارج في الاساس بيضاف لرصيد قوتنا هنا القوة النعمة المصرية وبيدعم كمان صورة المصريين ونجحتهم في مختلف المجالات الحمد لله حتى هذه اللحظة وان شاء الله كمان يعني بشكل مكثب في القادم بإذن الله للخارج كله نجاح ياسمين امين مجاش اعتقد من فراغ ولكن كان نتيجة سعي كان نتيجة اسرار يعني مع طبعا الفريق بتاعها وذوي القدرات الخاصة لما بنتكلم قد ايه قصص من عندهم احنا بجد بنقدر ان احنا نسمعها ونتعلم منها لما يبقى فيه اختيار او تم اختيارها ضمن احسن مدربة خلال عام 2022 بعد ان مجاحها باحراز نتائج مبهرة مع فريقها خلال العام يعني برغم تدعيات بقى وبقى كورونا واي ظروف او يعني تحديات بتواجهها اعتقد ده شيء محترم جدا يعني ياسمين الف مبروك عليكي والف مبروك علينا حاجة فعلا مشرفة كان لازم ان احنا نتكلم ولازم ان احنا ندي حقها فعلا اشتركوا في القناة